الحقيقة برضو قبل ما سيب النقط دي وواستقبل ضيفي في الفقرة الأولى أو قبل كمان ما نتكلم عن الأخبار عاوز أهنئ منتخبنا الوطني لكرة اليد بيتقلق في بطولة العالم المقامة في بولندا والسويد والنهاردة بيحقق تالت فوز على التوالي وبنتيجة كبيرة جداً 35-16 على حساب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية صعد منتخبنا للأدوار الإقصائية اللي هو الدور الرئيسي يعني وزي ما عودونا نتمنى يشرفونا ويوصلوا الانتصارات بعد تحقيق العلامة الكاملة في الدور الأول وبإذن الله نكون في المباراة النهائية لأننا يعني دايماً الفترة الأخيرة دي ما بنتلعش من المربع الدهبي وده دايماً اللي تعودنا عليه من منتخب اليد عشان كده يجب أن أنا أقول تحية كبيرة جداً جداً لهذا الرجل العظيم أنا بسمي دكتور حساب مصطفى رجل عظيم رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمساهم الأكبر في تطوير كرة اليد المصرية والأفريقية والعربية وكرة اليد على مستوى العالم هذا الرجل يستحق كل التحية وكل التقدير لأنه من الأسماء الكبيرة اللي بتعمل علشان خطر بلده بيعمل طبعاً عشان العالم كله كرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم ولكن هو واجهة مشرفة للرياضة في مصر دكتور حساب مصطفى شكراً جزيلاً على كل هذا المجهود اللي حضرتك بتقوم به لتطوير لعبة كرة اليد في العالم كله وفي مصر وفي أفريقيا وفي الوطن العربي